موسيقى يبدو أن تسويق النظام يسويق إعلاميا لعودة النازحين بعد تعثرها وقعيا ويغريهم بإعادة الإعمار متجاهلا حقيقة الملاحقات الأمنية موسيقى نحو 35 مليون دولار أمريكي دخلت لخزينة النظام منذ بداية العام الجاري عن طريق إصدار جوازات سفر للسوريين موسيقى مع تصاعد التهديدات لإدلب منظمات دولية تبدي مخاوفها على مصير نحو أربعة ملايين مدني في الشمال السوري موسيقى أهلا بكم حياكم الله إنما كنتم وإلى تفاصيل النشر حيث يحاول النظام وروسيا الضخة الإعلامي في سبيل الدفع لعودة اللاجئين السوريين خاصة أصحاب رؤوس الأموال من خلال الترويج للعودة الأمنة وإعادة الإعمار في ظل عدم وجود أي ضمان أممي أو محلي لسلامة وأمن العائدين مع تسجيل العديد من الملاحقات الأمنية بحق عدد منهم التقرير التالي والتفاصيل يبدو أن تسويق النظام وروسيا لعودة حقيقية للنازحين السوريين إلى بلدهم لم يحقق حتى اللحظة ما خطط له وربما أحرجهما ذلك أمام الوعود التي قدمها لدول اللجوء حيال ذلك وفق محللين ما حد بهما لزيادة الضخ الإعلامي لترويج ما يسمى إعادة الإعمار النظام في هذا السياق تحول من مطالب إلى مطالب حيث صرح نائب وزير خارجيته فيصل المقداد بأن عرقلة عودة اللاجئين سببها ربط الدول الأوروبية بين إعادة الإعمار والعملية السياسية بالإضافة إلى العقوبات الاقتصادية المفروضة فيما أشار إلى إصرار حكومته على العودة الطوعية للاجئين التي تحفظ كرامتهم متجاهلا بذلك ما صدر من قادة عسكريين من النظام توعد اللاجئين إن عادوا إلى بلدهم وزير الإدارة المحلية ورئيس هيئة التنسيق لعودة اللاجئين في حكومة النظام حسين مخلوف قال إن الأبواب مفتوحة لعودة اللاجئين إلى مناطقهم بكل أمان وكرامة بل ومع تأمين السكن والعمل تحت سقف القانون وفق قوله دعاية للعودة لم تحتج لمزيد من التحليل بسبب اصطدامها بواقع الملاحقات الأمنية التي ملأت السجون وتزامنها مع كشف مصير آلاف المعتقلين ممن قضوا تحت التعذيب مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فليب بوغراندي أبدى معارضته لعودة اللاجئين السوريين الذين بلغ عددهم خمسة ملايين شخص في دول الجوار في ظل الظروف الحالية التي وصفها بالخطيرة مشيرا إلى عدم التمكن من ضمان عودتهم في ظل استمرار النزاع ورغم عمل النظام على إقناع أصحاب رؤوس الأموال للعودة إلى سوريا وتقديم المغريات في سبيل ذلك يعارض الكثير منهم العودة خوفا من الملاحقات الأمنية أو الابتزاز المالي الذي طال ولا يزال غيرهم من رجال الأعمال الذين عادوا في ظل عدم إمكانية الاستثمار في سوريا بسبب العقوبات الاقتصادية والفساد والمحسوبيات ولمناقشت بعض التفاصيل ينضم إلينا من غازي عنتاب المحلل السياسي الأستاذ حسن أني في أعلم بيك سيد حسن بداية ما سر كل هذا الدفع من قبل النظام وروسيا وحلفائهما لعودة اللاجئين وخاصة أصحاب رؤوس الأموال سيد حسن تسمعنا سيد حسن نعم سمعت السؤال نعم سيد حسن تسمعني الآن أنا أسمعك جيدا أنا لا أسمعكم طيب سأحاول إعادة سؤال عليك إن كنت تسمعني أحب ذا لو ارتفع أصباوك طيب الآن تسمعون الآن سيد حسن سيد حسن ألو نعم كنت سألت الآن أسمعك جيد كنت قد سألتك عن سر كل هذا الدفع من قبل النظام والروس لعودة اللاجئين وخاصة أصحاب رؤوس الأموال نعم نعم تحية لكم ولسادة المشاهدين وقع الحال ما يسمى بملف عودة اللاجئين نستطيع القول بكل تأكيد أن اللاجئين السوريين كما هجروا قصرا الآن يحاول النظام وحليفه الروسي أن يعيدوهم قصرا أيضا ونحن لاحظنا أن الحملة التي قام بها الروس تحديدا للترويج لهذا الملف قد سبقت طرحه في لقاء سوتشي الأخير إذ تم التواصل الروسي خاصة مع حكومتي لبنان والأردن نظرا لعدد اللاجئين المقيمين هناك الآن روسيا تسعى إلى إعادة إنتاج النظام وشرعانة النظام سياسيا كما أنها مكنته عسكريا من السيطرة على معظم الجغرافيا السورية أيضا الروس يطرحون هذا الملف لأنه ملف شرطي لمسألة إعادة الإعمار أي أن الدول الأوروبية بشكل عام والمجتمع الدولي لا يقبل أي طرح لمساء إعادة الإعمار دون عودة اللاجئين عودة آمنة هذه العودة التي يسمونها الروس عودة اللاجئين هي عودة شبه قسرية لأنها تتم بدون أي ضمانة دولية ونحن لاحظنا معظم الذين عادوا إلى مناطقهم نتيجة الضغط للحكومة اللبنانية حكومة حزب الله أيضا تم مساءلتهم واعتقالهم وتم حزهم وتجنيدهم وزجهم في جيش بشار الأسد هذا الملف الآن يستثمره الروس اقتصاديا وسياسيا اقتصاديا من أجل أن يقودوا مسألة أو إعادة الإعمار ويبتزوا المجتمع الدولي ماليا وسياسيا لإعادة إنتاج النظام من جديد برأيك هل من ترابط بينك كسب ولا آت بعض دول الجوار واللعب بورقة الضغط لعودة اللاجئين؟ نعم بكل تأكيد نحن لاحظنا أن معظم اللاجئين وخاصة في لبنان عندما تمت عودتهم إلى الأراضي السورية لم يجدوا خيارات أخرى أي أنهم كانوا يعانون الأمرين هناك نتيجة توغل حزب الله في الدولة اللبنانية وهم إنما أعيدوا قسرا أي أن اللاجئ السوري هناك لم يعد يجد خيارات كثيرة إما الضغوطات هناك والإهانات والمضايقات التي يلقاها من ميليشيات حزب الله وإما العودة وهي عودة لا تخلو من مغامرة كبيرة لأنه عائد إلى نظام لم يتغير فيه شيء يعني ما الذي تغير فيه نظام بشار الأسد حتى يعود إلى الأرض السورية ما مدى جدية وحقيقة المغريات المقدمة لأصحاب رؤوس الأموال تحديدا؟ يعني النظام الآن نحن لاحظنا أنه منذ فترة يحاول حتى ابتزاز المواطنين خارج سوريا أي أنه مثلا وضع مراقبات على الحوالات التي يرسلها السوريون إلى ذويهم والآن يحاول إغراءهم لو كان صادقا يعني لنتساءل نحن لو كان صادقا نظام بشار الأسد بعودة اللاجئين فليفرج عن المعتقلين الآن المئات الألاف من السوريين الذين يعتقلون في سجون النظام السوري يعني هؤلاء لو كان صادقا وحريصا على شعبه وعلى عودة أبنائه المهجرين فليفرج عن المعتقلين الموجودين يا سيدي ملف المعتقلين أهم بكثير من عودة اللاجئين فإذن لا مصداقية على الإطلاق لنظام بشار الأسد هذا النظام الذي قتل من السوريين ما يقارب المليون إنسان لا يوجد فيه أي مصداقية ليس هو يا سيدي فقط وإنما حتى الروس خلفاؤه الروس هؤلاء أيضا الذين يطرحون أنفسهم كضامنين الآن أمام المجتمع الدولي لا يثق فيهم السوريون لأن الروس هم من مكن نظام بشار الأسد من قتل السوريين بل هم من أسهم إسهاما واضحا في قتل السوريين وتشريفين من غازي عنتاب المحلل السياسي حسن النيفي شكرا جزيلا لك قال مدير دائرة الهجرة والجوازات لدى نظام الأسد اللواء ناجين مير إن نحو 35 مليون دولار أمريكي دخلت لخزينة النظام منذ بداية العام الجاري عن طريق إصدار جوازات سفر للسوريين وأوضح مير أن دائرة الهجرة أصدرت السوريين داخل البلاد منذ بداية عام 2018 وحتى بداية الشهر الفائت 169 ألف جواز بينما تم استصدار أكثر من 90 ألف جواز سوريين خارج البلاد وأشار مير إلى أن هذه الأرقام لا تتضمن الرسوم القنصرية والتي تصل قيمتها إلى 25 دولارا عن كل جواز أطلقت منظمة العقف الدولية حملة بعنوان تحرك بهدف الكشف عن مصير المغيبين قصرا في سجون نظام الأسد مؤكدة وفاة 15 ألف شخص تحت التعذيب في معتقلاته فيما وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بالأسماء 118 ألف معتقل ومغيب التقرير التالي والتفاصيل تحرك من أجل الكشف عن مصير المعتقلين والمغيبين قصرا في سوريا اسم أطلقته منظمة العفو الدولية أنستي عنوانا لحملتها الإلكترونية بضل صمت الدولي حيال الملفات التي ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية وفق الجهات المعنية حملة منظمة العفو التي أعلنتها عبر موقعها الإلكتروني حثت فيها روسيا والدول الفاعلة في سوريا من أجل الضغط على نظام الأسد للكشف عن أسماء ومكان ومصير المعتقلين المغيبين في سجونه إذ أكدت وجود ما يزيد عن 75 ألف معتقلا ومختفا قصريا داخل سوريا معظمهم في سجون النظام جريمة الاعتقال غير القانوني والتغييب القصري ليست الوحيدة في الملف فتقرير المنظمة ذكر أن أكثر من 15 ألف شخص قتلوا تحت التعذيب أثناء احتجازهم كما أخضع عشرات آلاف المدنيين والناشطين السلميين والعملين في المجال الإنساني للاعتقال التعسفي بغية نشر الخوف وسط المدنيين ومعاقبتهم جماعيا وفق ما ذكرت المنظمة تقرير منظمة العفو الدولية يؤكد مضمونه بل ويزيد على إحصائية تقرير الشبكة السورية لحقوق الإنسان والتي وثقت بالأسماء وجود أكثر من 118 ألف معتقل نحو 90% منهم في سجون نظام وسط تقديرات تتوقع ضعف هذه الأعداد مع غياب الأرقام الرسمية وتعذرها نشرتنا مستمرة وتتابعون فيها بعد الفاصل التين المجفف أحد أهم المحاصيل الزراعية جنوب إدلب ومصدر رزق لكثير من الأهالي في الشمال السوري ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أهلا بكم من جديد حذرت منظمة الأمم المتحدة لطفولة يونسف من أن مليون طفل سوري معرضون للخطر في محافظة إدلب وحدها وكان فريق منسق الاستجابة في الشمال السوري قدر عدد سكان محافظة إدلب وريفي حلب الغربي وحماء الجنوبي بنحو ثلاثة ملايين وثمانمائة ألف المزيد سياق هذا التقرير ما يزال مصير محافظة إدلب يتصدر المشهد السوري في ظل تصاعد وتيرة الأحداث من خلال مباحثات سياسية دولية أو بتحركات عسكرية تستهدف المنطقة فريق منسق الاستجابة أصدر إحصائية لعدد سكان محافظة إدلب وريفي حلب الغربي وحماء الجنوبي المهددين من قبل قوات النظام وحدفه الروسي وقالت إن العدد فاق ثلاثة ملايين وثمانمائة ألف نسمة حيث يشكل النازحون نسبة واحد وعشرين بالمائة منهم بينما قدرت منظمة الأمم المتحدة لتنسيق شؤون الإنسانية أوتشا عدد السكان في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة بنحو مليونين ونصف مليون نسمة بينهم أكثر من مليون مهجر داخليا الأعداد الكبيرة لقاطني تلك المنطقة لا يبدو أن النظام يلقي لها بالا إذ يستمر في قصفها جوا وبالمدفعية قصف أدى لوقوع ضحايا بينهم إمرأة وطفل وعدة جرحى في قريتي تحتايا والتحبري في معرة النعمان مصادر ميدانية سجلت حالة نزوح من الأحياء الغربية لمدينة حلب عاقب ورود أنباء تفيد باستقدام قوات النظام تعزيزات عسكرية للمنطقة لبدء عامل عسكري بريف المدينة الغربي إلا أن القيادية في فيلق الشام أبو حجازي نفى الشائعات التي قال إنها تهدف لتهبيط المعنويات مؤكدا اتخاذ كافة التدابير اللازمة لصد أي هجوم حال حصوله على حد قوله قوة سوريا الديمقراطية وفي بيان لها نفت ما أشيع حول استعدادها للمشاركة في معركة إدلب بالتنسيق مع النظام مشيرة لالتزامها بالتركيز على طرد تنظيم الدولة من منطقة حوض الفرات الأوسط إدلب ملاذ الثورة الأخير كما يصفها ناشطون تزداد المخاوف فيها من شن عملية عسكرية قد تودي بحياة آلاف المدنيين وتبقي مصير الملايين من قاطنين منطقة مجهولا كما يقول مراقبون أقدمت مجموعة مسلحة على اختطاف مدير مشفى العماد الطبيب عماد قطيني من مدينة خانشخون بريف إدلب الجنوبي واتهم ناشطون هيئة تحرير الشام بالوقوف وراء عملية الاختطاف بعد أن دهمت منزله اقتادته إلى جهة مجهولة ويعد قطيني من أوائل المشاركين في الحراك الثوري بمدينته ويأتي اعتقاله بعد يوم واحدا من الإفراج عن مدير صحة الساحل الدكتور خليل آغا انفجرت عبوة ناسفة في سيارة عسكرية بمدينة إدلب خلفت أضرارا مادية دون وقوع خسائر بشرية مراسلنا رصد مكان الحادثة ووافانا بالمادة التالية نحن الآن داخل حي الثلاثين في مدينة إدلب قبل قليل انفجرت عبوة ناسفة استهدفت سيارة عسكرية مركونة في الشارع لا يوجد إصابات بشرية الانفجار أدى إلى انتلاق السيارة كما تشاهدون أمامكم لا يوجد أي إصابات بشرية إلى الآن فرق الدفاع المدني والإسعاف ما زالت موجودة لتأمين المنطقة من وجود الغام أخرى أو وجود إصابات بين المدنيين في المنازل المجاورة لهذا الانفجار حذر تقرير أممي من أن تنظيم الدولة الذي هزم عسكريا في العراق ومعظم مناطق سوريا العام الماضي استجمع قواه ويعمل حاليا على التحول من شبه دولة عسكرية لشبكة سرية وأقدر التقرير مجموعة الأعضاء المنتمين لتنظيم حاليا في العراق وسوريا بين عشرين إلى ثلاثين ألف فرد موزعين بالتساوي تقريبا بين البلدين بينهم آلاف المقاتلين الأجانب التقرير الصادر عن لجنة مجلس الأمن الدولي المعنية بتنظيم الدولة وتنظيم القاعدة وما يرتبط بهما من أفراد وجماعات ومؤسسات وكيانات ذكر أنه على الرغم من الضرر الذي لحق بالهياكل البيروقراطية لما يسمى الخلافة إلا أن الانضباط الجماعي للتنظيم لم يمس وأن أبا بكر البغدادي لا يزال ممسكا بزمام السلطة رغم إصابته بحسب التقرير يعتبر موسم التين في إدلب من أهم المواسم الزراعية إلا أن ظروف الحرب أثرت في قطاع الزراعة كما في غيره ما أدى لتراجع أعداد أشجار التين في المحافظة يستعد الأهالي في الشمال السوري وخاصة في ريف إدلب لاستقبال موسم التين موسم لطالما اشتهرت به المحافظة منذ زمن طويل ويعد التين واحدا من أبرز المحاصيل الزراعية التي يعتاش منها الأهالي محمد مكافرنبل يبدأ بقطاف التين وتجمعه كعادته في كل سنة إلا أن ظروف الحرب أثرت بمحاصيل التين وفق قوله من جهة أنه فيه اختلاف فيه اختلاف حسب أمطار رب العالمين السنة بتجي أقل خيرات والسنة بتجي أكتر خيرات وبالنسبة لها السنة كان أفضل الحمد لله وبالنسبة للمشاكل المشاكل الأهم مشكلة هي الأسعار ما فيه سعر سابت طبعا أوضاع الحرب هي اللي وصلتنا لهالشي بعد أن تقتفى الثمار التين من أشجارها تجفف لتباع بعدها للتجار إلا أن سوء الأوضاع وإغلاق المنافذ التجارية يشكل قلقا لتجار التين المجفف وتعد مدينة كفرنبل بريف إدلب الجنوبي واحدة من أشهر المدن المعروفة بتجارة التين المجفف هي لها مدينة أريحة السنة ما بيان الساعة على أساتنا بداية الموسمة ما استمتلت أسعار التين ما بنعرف بس عم نوال صارت خسارات كبيرة للتجار بسبب تصدير لبره المساريف يعني كل خسر التجار كل خسر التجار التين والمزاريع خسير والسنة ما بنعرف الله أعلم استعسار التين ما تلعي لها لك خلال عام 2016 بلغت أعداد أشهر التين في محافظة إدلب قرابة 900 ألف شجرة تنتج سنويا حوالي 21 ألف طن من التين بحسب إحصائية لمديرية الزراعة في إدلب إلا أن هذه الإحصائيات تراجعت فيما بعد بحسب مديرية الزراعة قبل سنوات كانت تعتبر مصر والسعودية من الدول التي تشتري تين إدلب ومع ارتفاع وطيرة الحرب في سوريا بات التسويق صعبا وهو ما أثر سلبا على المزارعين في إدلب إبراهيم سويد حلب اليوم ريف إدلب نهاية النشر ولمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى موقعنا الإلكتروني حلب تداي تي بي دوت نت دمتم برعاية الله وحفظه بيمان الله اشتركوا في القناة